إيش أبرز الصعوبات اللي تشوفينا اليوم تواجهة للمرأة السعودية في الإعلام؟ الآن؟ الآن؟ حاليا؟ يعني يمكن أقدر أقول أنه عدم الراحة في العمل لوجود يعني معلش أقولها بشكل صريح يعني مشاكل بين الرجال وبين النساء ويمكن أقدر أقول أن هناك شيء من التحرش الجنسي اللي يقع أحيانا مع أنه يعني فيه فصل بينهم فيه كل شيء لكن التحرش ما هو التحرش مباشر لا يمكن عن طريق إيقاف عمل معين عن طريق غيرة معينة لكن هناك مشكلة حاصلة الآن وهناك شلالية أيضا كيف كيف صاير هذا الشيء يعني؟ كيف يكون هذا التحرش بين بطريقة ما يعني ممكن يكون يعني موافقة على برنامج معين من شخص مسؤول مثلا ممكن يوقف لشخصية هذه أو للسيدة هذه مقابل أشياء أخرى مثلا حتى لو كانت مادية أحيانا ما هو تحرش بكل الأشكال يعني يعني مش فقط يعني أنا قلت الجنسي لأنه ممكن يدخل تحت الإطار هذا هذا اللي يخلي الإعلاميات السعوديات يتخوف من دائما من الدهور أو للسعوديات يتخوف من دخول الإعلاميات سعودية وأجنبية أي واحدة فيهم لكن يمكن الأجنبية تكون أجرأ شوية منظرا لأن السعودية يمكن ما تعودت بس في سعوديات إعلامية مش بس في الإذاعة والتلفزيون عندنا في المملكة لا شاركوا الآن خارج المملكة منهم مخرجات عملوا بأفلام منهم منتجات أيضا منهم يعني مريم الغامدي محدة السيدات اللي دخلت مجال الإنتاج بالقوة واشتغلت فيه كتجارة يعني مش اشتغلت فيه كتجارة أيضا لكنها أكبر في السن وصار عندها خبرة هذا الكلام اللي تقولينه استاذة سلوى من امرأة لديها تجربة كبيرة وقديرة في الإعلام السعودي ما تعتقدين أنه ممكن يخوف كثير من البنات السعودية المفروض أنها ما تخاف المفروض أنها تكون جريئة ولا تخاف أنا قلت لك أنه حتى لو ما كان معها زوج أو معها أحد يعني أن الحمد لله كان معي زوجي وكان معي وكان في وقت صعب لكن الآن المجال مفتوح الآن في ناس مسؤولين ممكن أنه هما يطلعوا ويعرفوا وممكن أن هي يعني تشتكي لهم أو نعم تشتكي أو تكتب أو أو تقف يعني بطريقة ما فيه طرق كثير طبعا ممكن أن هي توقف هذا الشخص عند حد معين اللي حاول يبتزها مثلا من أي ناحية ففيه الآن مجال مفتوح وفيه إمكانيات وفيه تكنولوجيا ومش بالضرورة فقط في مكان معين تشتغل يجب أنها تكون مطلعة ليش بقول لك يجب أنها تكون على تصالب بجهات إعلامية كثير فيه في الـ MBC ما شاء الله أو في روتانا أو في غيره فيه سيدات أيضا بيشتغلهم وما زالوا الآن بيشتغلهم